اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين ومستمعين في الجزء الثاني من برنامج بالأول ودعونا نرحب بضيفي في الستوديو المعارض الأستاذ محمد الأمين أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم يخسرون أحبائهم وأرزاقهم وتدمر بيوتهم ولا يحق لهم حتى يقولوا لا أوقفوا هذا الجنون وإذا كان الجميع يتحاور بالمباشر والواسطة من حماس وإسرائيل إلى إيران والأمريكيين فلماذا على أهل الجنوب أن يخوضوا حروبا أو حروب الآخرين بالواسطة هذا الموضوع سنتناوله اليوم في الشق الثاني من البرنامج كما سينضم إلينا عبر زوم المحامي فاروق المغربي الذي يتابع موضوع الاعتداءات الإسرائيلية سيشرح لنا لماذا تراجعت الحكومة اللبنانية عن قرار السماح للجنائية الدولية بالتحقيق بالجرائم الإسرائيلية ولمصلحة من إخراج لبنان من كل مسارات العدالة المحلية والدولية يمكنكم متابعة البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني VDL.me وموقع التواصل الاجتماعي Voice of Lebanon والVDL24 وSmart TVs أيضا إذا عندكم الأبليكيشن تقدروا تنزلوها أو تنقوا الأبليكيشن وتنزلوها على Smart TV أستاذ محمد الأمين أهلا وسهلا فيك برحك فيك مجددا بصوت لبنان يا بلوئة مثل ما قلنا اليوم معاناة أهل الجنوب كبيرة جدا لا تحتمل يعني عم بيتحملوا سيكتين ليش لأحد يجرؤ على إعلاق الصوت بواجه آلة القتل هيدا يعني في معاناة في أشخاص عم تحكي بس ما في صوت هادر خارجا يعني بطبيعة الحال الجنوب هو جزء من هيدا الوطن لبنان هو على مساحة يعني آثار الحرب أو العدوان عليه أو الهيمنة من قبل السناء المسلح عليه يعني تحولت من هيمنة محصورة بالجنوب وبالمناطق الشيعية إلى أن تحولت إلى هيمنة على كل الدولة وعلى كل الوطن أو على أغلب أجزاء الوطن خاصة بالقرار السياسي بالقرار السلم والحرب بالسياسة الخارجية حتى بالسياسة الداخلية حتى بتعطيل يعني الركن الأول بالجمهورية رأس الجمهورية المعطل هو فريق مسلح عم أقول هيك لأنه الجنوب لا في حالات اعتراض كثيرة وبداية من حالات الاعتراض هي عدم مشاركة كل الجنوبيين بالانتخابات مثلا فحزب الله وأمل يعني الثناء المسلح بيأخذوا أكثرية الأقلية اللي هي خمسين بالمية مش عم يأخذوا كل الأصوات بمعنى أنه عم يأخذوا أصوات الموظفين والمستفيدين والمتحذبين هذه الأصوات بطبيعة الحار سابقاً كانت الطالب بحمايتها على الأقل من الدولة لأنه ممكن تلاقي جزء من المعارضين انتحارية بس ما فيني أنا يعني جيب كل أهل الجنوب ويقولون انتحروا وأعلوا صوتهم لأنه ما في حماية من الدولة لأصواتهم لأنه أعمالهم وأشغالهم ومستقبلهم يعني كل الأمور الحياتية ممسوكة من أمل وحزب الله فعلى هذا الأساس رغم هيدا الحصار إذا فينا نعتبره والمنع والقمع يعني حالة أهل الجنوب بتقول لا للحرب لا لي عزلنا عن الدولة لا لي سلخنا عن محيطنا في موجودة هاي وهيدي أمور يعني هي تبدأ بكتلة صغيرة بأنها هي بتستمر تكبر والمعاناة اليومية للأهل الجنوب يعني مثلا أنا إذا مؤيد للحرب كعائلة جنوبي مؤيد للحرب لأنه حزب الله يقوم بحربه لصالح إيران طيب على الأقل بيبقى أنا وأهل بلدي وضيعتي وعيلتي بيبقى صامد بس نفس يعني مجرد إعلان حزب الله بـ 28 حربوا على إسرائيل كانت الناس عم تحمل حالة وتمشي لأنه مش مستخدم هيدا بتعتبروا أنت حالة الرفض هيدا حالي من حالات الرفض نعم وإلا كانوا بقيوا بقيوا وصمدوا صمدوا وماتوا لا هني صندين واستشهدوا لا هني عم يتحملوا التبعات تبعات الحرب تبعات الحربية التهجير وجودهم بالكنيس وجودهم بالمساجد وجودهم بالحدايا هيدا تهجير يعني خسر مجبرين عليه بس إلى متى لازم يحملوا هني دايما تبعات حرب حتى الدولة اللبنانية ما قررتها طب في معلومات دقيقة أعداد أرقام خسائر حسب الإحصاءات كمهجرين كمن جنوب أو كناس حين بحدود المئة ألف جنوب سعى بأعيالهم طيب هذي مين يعني بيوتهم اللي اتدمرت قراءهم اللي اتهجروا منا وأرزاقهم ومصانعهم ومعاملهم يعني كأنه الإحاء بأنه الجنوب هو دايما إحاء حزب الله يعني إلى أنه الجنوب هو دايما جاهز إلى أن يحارب ويموت شي مش طبيعي هيدا مش صحيح لأنه كيف هيدا الجنوب اللي أنت عم تقلي أنه هو يموت ويقتل وبينتحر كرمال حربك بالوقت اللي هو بأثناء السلم كان عم بعمر وعم يزرع وعم يشتغل بالمصانع يعني هو نادر نادر أنه كل خمس سنين عشر سنين يصير في حرب ويتدمر كل حياته يعني هو مندور لا طبعا بالعقل لا غاية العقلاء السلام مش الحرب يعني ما فيكم تجي تفرضوا رأيكم بقوة السلاح إلى أنه الحرب هي شرعية وإلى أنه الحرب هي لأجل اللبنان بوقت أنتم عم تدمروا لبنان وبعدين مش بس أهل الجنوب عم يدفعوا ثمن الحرب أو المغامرة بالعكس كل لبنان عم يدفع ثمن يعني أنت ما فيك تتقرر حرب خسائرها بالطال كل اللبنانيين وبشكل خاص أهل الجنوب ما فينا كمان بالطال أكيد بس أنه أهل الجنوب ومعاناتهم وتهجيرهم كل عشر سنين أو سبع سنين أو لما بيطلع على بالنا نحن نمثل بداية من أهل الجنوب صحيح بس هي يعني الأذية أو المقاسات بداية يتحمل على كل اللبنانيين بالنسب أقل أكثر متفرطة طبعا أكيد بس اليوم عم بقول أنه نحن صرفنا تعويضات مين؟ عم بتقول الحكومة صرفي تخصص التعويضات لأهل الجنوب صح دفعوهن يعني بدون يدفعوهن لأهل الجنوب ولا لا أملوا حسب الله ما وضحوا بس عم بقوله نحن لأهل الجنوب أهل الجنوب أوكي على افتراض أنه مفروض إلن كقرار حكومة مفروض على الحكومة بدون يعطوا تعويضات لأهل الجنوب طيب السؤال هو للحكومة لأنه هذه سابق أنصاري التعويضات اللي كانت تجي من الدول العربية ومن الحكومة كانت تدفع لقوة الأمر الواقع لأمل وحزب الله الآن من تعويضات الخارجية دفعت طبعا كانت تدفع إلى الحكومة والحكومة بتسلمها لحزب الله وأمل وحزب الله بأمل هو بيقرر لمين بيدفع ولمين ما بيدفع ومين المنتسب إله ومين المنتسب إله وهذا أمر معروف بجنوب يعني أنا عم بنقل معاناة أهل الجنوب وبفيد بعدين بالعملية الانتخابية بالأصوات اللي بدأت تنشرها يعني أنا من الناس اللي راجعوني يعني بعض أهل الجنوب بخصوص تعويضات بوقتها وراجعنا للحكومة قالوا بدوني راجعوا مجلس الجنوب أو بدوني راجعوا المهم الحزبيين فهلأ مين بيمنع أنه هيدا الأموال اللي بدأ بعنوان التعويض مين بيمنع أنه توصل لأصحابها مين بيأكد أنه بدأ توصل لأصحابها هيدا بدأ توصل للقوى الأمر الواقع حقيقة خلينا قبل ما نتابع بموضوع شو ممكن ينعمل بهيدا الموضوع وكيف ممكن يتحرك أهل الجنوب لحتى يوقفوا لأنه كمان ممكن يستمر الوضع على ما هو عليه لأنه مثل ما عم تقول أنه غير راضي خلينا ننتقل أنا وياك إلى موضوع آخر كمان بيصير تساؤلات وتساؤلات كبيرة خلونا نرحب بالمحامة الأستاذ فاروق المغربة أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا صباح الخير لحضرت أهلا صباح النور أهلا وسهلا فيك بالواقع نحن نفتح هليلين هنا يمكن مش غاربين عن المجرى العام للأمور الرايحة باللبنان يعني والازدواجية بالحكومة وبالبلد ككل الحكومة قررت بأحدى جلساتها بنسان أنه نحن بدنا نقدم شكوى للجينئية الدولية ونسمح لأنه تحقق بالارتكابات الإسرائيلية خاصة بعد الاعتداء على الصحفيين فجأة تراجعت الحكومة عن القرار وقارت لها للجينئية الدولية ووقفت يعني ما رفعت أي مطالبة للجينئية الدولية أن تحقق وقررت أن تكتفي برفع شكوى فشو حقيقة صار بهيدا الملف؟ نعرف أن حضرتك عم بتابعه بيدقة أول شيء اللي صار هو يمكن كان الشغل بلش بعد قتل صحفي عصام عبد الله فبلشنا نشغل على الانترناشنال بروسس بكل شيء متعلق بموضوع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان فكان فيه ورقة نشغلت من عدة خبراء أنا كنت منهم وتقدمت عبر النائبة حليمة قعفور للجنة الإدارة والعادل ومن لجنة الإدارة والعادل تحولت للحكومة اللبنانية أحد أهم بنود هذه الورقة كان هو أنه نحن نعطي الصلاحية أجزئية الزمنية للمحكمة الجنائية الدولية وهي دا الشيء في كتير دول قبلنا عملته يعني عم نجي نقول نحن سنة الفقرة 12 أو للمادي 12 فقرة 3 من نظام روما نجي نحن من إلا للمحكمة الجنائية الدولية نحن منعطيك صلاحية من هيدا التاريخ لهيدا التاريخ وهي دول قبلنا عملته متفكرت للمحكمة الجنائية الدولية نعم للإي سي سي ودول عملت هيدا الشيء قبلنا أوكرانيا بالألفين واربطعش بعد ما اشتاحت وصية القرم عملت هيدا الشيء كوتيفور قبلنا وهيدا الشيء شو أهميته أنه نحن ما عم نجي نقول نحن خاضعين للمحكمة الجنائية الدولية بكل الفترة الزمنية يعني مثلا لفترة زمنية طويلة عم نجي نقول من هيدا التاريخ لهيدا التاريخ يعني لسي من 7 أكتوبر حتى تاريخنا اليوم وهيدا الشيء شو أهميته نحن بعد الاعتداءات الإسرائيلية اللي صارت على لبنان في شيء المحكمة الجنائية الدولية قبل ما تيجي تقول هل أنا مختصة أو أنا مش مختصة حتى بعد ما تعطيها الصلاحية تدرس عدة عوالم من ضمن الجرافتي فبلبنان تحققت الجرافتي يعني إذا منشوف ما بين قتل الصحفيين ما بين استعمال فوسفور الأبيض بطريقة مخالفة مثل ما حكيت عنه هيومن رايس ووتش حكيت عنه أمنستي بطريقة مخالفة للأصول المتعارف عليها فانتقلت لموضوع شريمة حرب لقتل المصعفين لقتل المدنيين للعدوان بشكل عام كل هذا رح يعطي صلاحي رح يقول بمحل محدد رح تجي تقول إي سي سي لا في ارتكابات جرائم حرب بلبنان ممكن تصدق مذكرات القاء قبض بحق قادة وضباط إسرائيليين مثل ما عملت بجرائم يلي تم ارتكابها بغزة ولكن شو اللي صار الحكومة تحمست وحكومة تحمست أصدقت القار وفيما بعد رح وزارة الخارجية وصارة الخارجية فوتتنا بمتهات غريبة ما كنا نعرف شو هي مثل شو وقتت بمحل تقول بمحل تقول هل الحكومة الحكومة هي حكومة تصريف أعمال ما فيها تاخد هايك قرار بعدين تقول هل هيدا القرار شرعي بعدين تقول نحنا ما أخدوا رأينا بعدين وزارة العدل تقول ما أخدوا رأينا وفتنا بهيدا السياق اللبناني الدائم بشو ما بدو يصير هيدا السياق اللبناني بيصير ما أخدوا وما أخدوا تصريف أعمال ومتصريف أعمال حتى منتفاجأ من أسبوع الماضي أنه بيطلع قرار من الحكومة بتتعدل بتعدل القرار وبتشيل شيء اسمه المحكمة الجنائية الدولية هلأ بهيدا الخصوص فيه تحليلين ما فيه غيره تحليل الأول هل أنه بعد صدور مساكرات إلقاء القبض من المحكمة الجنائية الدولية بحق ضباط بحق مسؤولين إسرائيليين عم نحكي رئيس وزراء ووزير دفاع وبحق مسؤولين من حماس يلي هني السنوار والضيف وغيره يلي هني هني ثلاث قادة من حماس صدرت بحقهم مساكرات إلقاء القبض أو بالأحرى طلب المدعي العام إصدار مساكرات إلقاء قبض هل تخوف حزب الله من هيدا الشيء وضغط على الحكومة وقال إنه أنا لأ كمان مني مستعد روح خاطر بهيدا الموضوع وبعدين يصدر علي على قادة سياسيين أو عسكريين مذكرات إلقاء قبض بجراء محارف هيدا احتمالية مع إنه أنا بشوف بمحل إذا كان حزب الله هو اللي عامل هيدا الشيء أخطأ خطأ كبير لأن ما في ولا أي تقرير بقول إنه حزب الله ارتكب جراء محارف كلنا شايفين دوزاج الرد من حزب الله اللي عم بيكون أقل من المنموم بكتير محلات كما موضوع التصميم إذا ما نروح فيه الاحتمالية الثانية فيه الاحتمالية الثانية إنه معقول يكون الإدارة الأمريكية أو بعض السفراء الأوروبية كمان هن اللي ضغطوا على الحكومة هن اللي ضغطوا على الحكومة للتراجع عن قرار لأنه كمان ما بدوا نوصل لمحل إنه نتنياهو يطلع عليه مسكرات مسكرة إلقاء قبض أخرى إنه مرتكب جريمة حرب بدولة تانية يعني غير فلسطين مرتكب جريمة حرب بلبنان هنالك كمان هتكلفه كتير وحتكلف إسرائيل إنه قادة إسرائيل صاروا المطلوبين من العدالة الدولية وبمحل الثالث عنا الاحتمال الثالث إنه التقت المصالح يعني لهون بنى والأوروبية والأمريكان ما بننوا ممكن تكون التقت المصالح لسبب لأنه وزير الخارجية بمحل تصريح وزير الخارجية هو معيب يعني معيب لدرج يا إما هو منه فاهم الأصول وهذا معيب أو هو يفاهم الأصول وعم يصرح بطريقة ليقول أنا مني مسؤول على الحالتين هو معيب لسبب لأنه بقول وزير الخارجية أنه أنا رديت للحكومة لأنه لأنه نحن من نطرف بنظام روما كلمة لهيك رديت للحكومة ما نحن عارفين أنه من نطرف بنظام روما كلمة لهيك الحكومة أخذت هذا القرار لنعطي صلاحية زمانية جزئية للمحكمة الجنائية الدولية لتحقق بهذه الجرائم يعني في مشكلة يا أنه وزير الخارجية منه فاهم هذا البروست والسياق بموضوع المحكمة الجنائية الدولية يا أنه فاهم وإلى حد ما يعطي يبرر مقل وعازل بس بكل الاحتمالات في شيء اسمه موجود بقى يعني سيادة الدولة منه موجودة أبدا يعني لما حكومة بتاخد قرار قبل بشهر بتتراجع عنه وبعد بشهر لا أسباب يا ضغط داخلي يا ضغط خارجي خلاص يعني بمحل بطلنا عايشين بدورة بطلنا عايشين بدورة خليني أسألك المحامي فاروق المغرب يعني اليوم من مصلحة مين يعني لبنان صار خارج كل الأنظمة المحاسبة ومحكمة العدل الدولية لتنفذ قراراتها الجنائية الدولية لا يسمح لها يعني خارج أي محاسبة لا موضوع المرفق في محاسبة لا موضوع أي نوع من الجرائم في محاسبة وين لبنان هلأ يعني هاي دي المشكلة الكبيرة أنه نحن محاسبة داخلية معنا وفي ألف مثال ومثال بيتربع على العرش شون هو ملف المرفق طيب جينا على موضوع المحاسبة الخارجية بما يتعلق بموضوع لازم ما في اتنين متخالفين عليه بالبلد يلي هو الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وقتل المدنيين واستهداف أطفال وكلنا شفنا الفظائع يلي صارت طب هيدا لاي نحن بمحل بنا نكون واقفين عم نتفرش وكأنه نحن منا دولة ما عنا سيادي ما عنا حد أدنى من السيادي والحكومة هي مش بس هيدا الشي اللي ما عملتوا يعني نحن بالورقة اللي عملناها في كتير اشياء المفروض للحكومة تعملها المفروض للحكومة تفعل لجنة في أكثر من لجنة كانت ممكن تفعلهم ينعمل شي اسمه توسيق وفقا لبروتوكول بيركلي أو غير بروتوكولات تستعملهم لجانة تقصي الحقائق ولجانة تحقيق الدولية كان فيها تروح تعمل إلى حد ما كمان حملة دبلوماسية لتعيين لجنة تقصي حق في موضوع نحن نروح على محكمة العدل الدولية كمان بموضوع التحريد والتهديد بالإبادة الجماعية وهي ده في كثير أشياء اللوى الضباط والمسؤولين الإسرائيليين بهذا القصوص نحن كان لازم كمان نستفيد من الإجراءات الخاصة أو نحن كان فينا نعمل كان لازم كمان ندعم الضحايا ونساعدهم بالتوثيق ونساعدهم إذا ميروحوا لبرة بما يسمى بالاختصاص الدول للمحاكم الوطنية وبعطيكم مثال على هذا كيف الأحكام التي صدرت ضد ضباط بالنظام السوري من ألمانيا من هولندا كان فينا نروح بهذا السياق كمان لكرمال يصدر أحكام ضد ضباط ومسؤولين إسرائيليين بجرائم بدول تاني فهي الحكومة لم يقوم لحد الأدنى الشغل الذي اشتغلناه بالصحفيين كان شغل كل التنسيق يلي عملته نقابة الصحافي البديلي وأنا كمستشار القانوني يلي اشتغلنا بدون أي دعم الحكومي حتى بمحل وهذا كمان معيب نحكي فيه أنه نحن مقدرنا استحصلنا على تقرير الفني للجيش اللبناني بعملية قتل عصام عبد الله لنعرف شو هي الأسلحة التي تم استخدامها من زاوية الضرب وكل هذه الأشي فاضطرينا ننطر نحن لصدر تقريرين الأول من هومي رايس ووتش الثاني من آمنستي بعدين صدر التقرير ورويتر صدر التقرير بهذه الحادثة اللي جابوا خبر عسكريين وفنيين ونحن جيش اللبناني ما قدرنا نستحصل منه على تقرير على تقرير فني فقط لغير وتحجج وقت تم إرسال كتاب سؤال من النائب على ما اعتقد إبراهيم نيمني بهذه الخصوص للحكومة لوزارة الدفاع تحجج وأنه هذا مرتبط بالأمن القومي للجيش ما كنا نعرف شو يعني الأمن القومي للجيش فكل الملخص أنه العالم متروكي بحالة متروكي لحالة وهون بترجع بتقولي أكيد الدني ما بتحب الفريغ فإنه العالم رح تروح لقوى الأمر الواقع رح تروح لأحزاب رح تروح لعند جمعيات رح تروح لعند كل أي حدا بيقدر يساعدها نعم هل بفهم منك يعني الارتكابات الإسرائيلية غير موسقة أنا هيدا وشت نظري لأنه نحنا ما شفنا يعني نحنا ما شفنا خالية عمل للتوسيق والتوسيق له أصول يعني أنا اشتغلت وعيد تفعيل ولا يصير في التوسيق حسن ما بعرف أنه الجيش عم بيوسط وفقا لبروتوكول بيركلي يلي هو ولكن ولكن في كتير أشياء أهم من هذه كأن في كتير أشياء لازم كنا نعملها يعني نحنا حاليا ولا الدولة اللبنانية بالمحصل لما نعمل يشير حكومي بتعمل هيدا النموذج الدائم على مجلس لأمن بتقدم هالشكوة سؤال المنظمات غير الحكومية إيه لحق تتحرك بلبنان وتوسق ولا كمان تتعرض طبعا طبعا هي على فكرة إذا بنشوف هلق أفضل مؤسستين عم يعملوا التوسيق جدا دقيق وجدا مهني هني في أمل أنه يستعمل بمكانه الصحيح يعني يوصل لنتيجة بعد انتهاء غزة لأنه يبدو أنه كل حياتنا موقف على هذا الموضوع يعني نحن عم نجي نقول شغلي طيب ما نحن بفرصة تاريخية إذا حزب الله خيفان ما في خاف لأنه لحد ما في تقرير بيقول أنه ارتكب جرائم حرب طبعا نحن بفرصة تاريخية لنقول أنه قادرين بمحل يصدر المذكرات قبض بحق مسؤولين إسرائيليين إذا هيدا الشي مطار وخلص يعني صار بطلع عن طاولة البحث بمجلس الإسرائيليين أقل هالتوثيق لبعدين فيما بعد نروح على محاكم تانية يعني على المحاكم بدول تانية مثلا نروح أمريكا نروح محاكم تانية نلاحق شركات الأسلحة أو نلاحق كمان ضباط ومسؤولين إسرائيليين وفقا لقوانين موجودة بهذه الدول بتعطيك الحق أنك تلاحق كل مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والمرتكبي الجرائم ضد حقوق الإنسان نعم المحامي فاروق المغربي شكرا لإلك شكرا لإلك شكرا لحضر شكرا لحضر يعني نرجع لإلك المعارض لأستاذ محمد الأمين يعني هذا نموذج من محاولة التهرب من المسؤوليات واللي ما فهمنا حقيقة ليش طمنا عدم السيادي أو عدم وجودها بتوصل يعني عدم تبني الدولة لأراراتها أو لسلطتها أو لمشاركة سلطتها مع أحزاب قوى الأمر الواقع بتوصل حتى ما أنهم عارفين إذا كانوا أحزاب الأمر الواقع ولا ضغط خارجي هو يلي يعني التلاقي مصالح التلاقي مصالح قال هو قاله ونحنا ما حدا بيوسق صحي يمكن على كترة المشاكل والاعتداءات ممكن تطالبوا بالجنوب توسيق الاعتداءات مفروض يكون فيه توسيق للاعتداءات مين ما عم بيقول ما عم بيقول ما حدا عم بتحطي الجنوب يا سيدتي فيك توثق بس شو بتوسقي بس شو بتوسقي بتوسقي اللي بدو يا حاكم الشنوب وإلا توسيق أمور حصلت يعني اعتداءات كتير حصلت حصل قتل مثلا إذا ما نرجع لآخر قتل لقمان سليم طيب وين صار شو التوثيق اللي صار ما في شي بديك توثقي اللي الحاكم بدو إياه حاكم الجنوب هو اللي بدو إياه حاكم الجنوب هو حاليا حاكم لبنان يعني خلينا نكون صريحين نحن كسياديين وكأحرار مهمتنا أنه يعني على الأقل نقله لل يعني لل للحاكم أنك عم تغلط كيف بس هلأ هيدا السؤال هو الأساس كيف تسعون إلى هيدا النوضة في أصوات معارضة كثيرة في الجنوب في شخصيات في مفكرين في أشخاص عاديين لأنهم سياسين ومفكرين صحيح كيف عم تسعوا لحتى تعلوا الصوت لنرجع لورا أنا قلت أنه في صوت موجود صحيح هلأ يخفض يعلو بمكان ما حسب يعني حسب قوة الضغط ممكن بس إذا ما قالوا الجسم بس هذا الصوت موجود الجسم نحن يعني كفريق شيعي خارج الصينائية المسلحة أو كمعارضات ومعارضين شيعة يعني مثقفين إعلاميين موظفين عم نجمع عم نسعى وصلنا بالمراحل الأخيرة من إطلاق حالي شيعية تعبر عن الصوت الشيعي بالشيعة بشكل عام من دون المناطقية ومن دون حصرية هيدا يعني من دون حصرية الصوت الشيعي بالسنائة هيدا عم ينعمل عليه وبأي إطار بإطار جبهة شيعية لبنانية طبعا سيتم الأعلان عنها رسميا مؤتمر صحفي مثلا بمؤتمر صحفي وبلقاء عام والأمور ومتجهة بهيدا هيدا أول مرة بتاع الموحنة ولا أعلنته قبل هيدا المشروع هيدا المرة الأولى لأنت أخطيني هيدا المحنة لأنه في اعتراض الشيعي موجود ما في شك بس نحنا يعني اللي عم نسعاله هو جمع الاعتراض الشيعي بمكان لأنه الصوت بيصير أعلى والتأثير بيكون أفضل يعني أنجح ونتمنى يعني في خارط الطريق أولية من أن القوة بدنا ناخد منك أكتر يعني حاليا نحن معارضين يعني معروفين المعارضين كل المعارضين المعروفين سيجتمعون بهيدا بعض بعض أغلب المعروفين وأكتر اللي مش معروفين لأنه على قاعدة أنا نحن نكون معناتها أنا أكون يعني كل شخص فينا أو كل حالة شيعية موجودة بس تجتمع بمكان واحد وبخطاب سياسي ورؤية سياسية وحدة بتكون بعتقد الأمور أفضل لأنه في جريمة ترتكب بحق الشيعة وفي جائزة عم تتقدم للسناء الشيعة أو لإيران وهي أنه اعتبار كل الشيعة هني السناء المسلح هني أمل وحزب الله وكل الشيعة هني إيران هايدي جوائز عم تتقدم لهذه القوة مجانية لا مش ممكن يعني يكون كل طاق تختصر بحزب مستحيل لأنه يعني الطواقف أكبر من الأحزاب ولبنان أكبر من الطواقف فهيدا سعينا إلى أنه إظهار صوتنا إلى أنه لا فيه اختلاف داخل الطائف الشيعية وفيه فريق شيعي يرفض زج الشيعة أو وضعه في الحاضن الإيراني أو في أنه يكون الممثل الوحيد إلى هني يعني حملة السلاح الشيعة في حملة فكر وحملة ثقافة وحملة شهادات وحملة طموح مثلهم مثل باقي اللبنانيين بيطمحوا إلى أنه يكونوا أسياد بوطن مثل ما إني أسياد بطواقفهم ويعيشوا حياة سلام وتطور وازدهاب قلنا السلام غاية العقلاء الحرب غاية المجانين وسيلة المجانين الحرب مين في في عائل يعني بيخوض حرب أو بيجر الحرب ما في وعلى سيرة الحرب والناس حيني الجنوبيين في سؤال هيك بأبيات شعرية يعني أنا بدي أقوله من المسؤول يعني حال لسان الجنوبيين من المسؤول عن آلام شعب تسلمتم ولايته مرارة وأودعكم أمانته فضاعت وخيبتم أمانيه الكبارة بنا خصتم حروبا لا تجارة فمن أعطى الأوامر والقرارة الجنوبي هيدا لسان يعني لسانه وحاله نعم بس هالمرة نحن عارفين من أعطى الأوامر والقرارة طيب طريقة التحرك أنا مش رح غيب لأنه في كتير يعني كل المطالبات بتقول أنه هناك نوع من الحجام عن تشكيل صوت شيعي معارضة هل يبدو أنه هذه النواة تشكلت سيتم الإعلال عنها؟ هل في خريطة الطريق؟ هل رح تتواصلوا مع بقية السياديين؟ مع بقية المعارضة؟ نحن مش رح نتواصل نحن بتواصل آه على تواصل نعم ورؤيتنا واضحة وتتكامل مع السياديين ومع كل أحرار لبنان لأنه يعني المطالب نحن مش جايبين شيء يعني من 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 خارج الحالة المطلب هو حصرية السلاح استعادة الدولة حصرية السلاح بالدولة تنفيذ القوانين هيدا مطلب لبناني ما فيني أقول بس هيدا مصاد فيه أنه هلأ لأنه يعني الحالة الشيعية بس هو مطلب وطني يعني اللبناني اللي بالأشرفية لا لا هي مطلب وطني يعني كل الأشخاص المنضمين المعارضة ومن سياديين كلهم عم بيطالبوا بنفس الموضوع نحن هيدا مطالبتنا هي استرجاع الدولة من فوهة البنادق أوكي تسترجع الدولة ككيان هيدا ربما بتتم بطريقة ولكن استرجاع يلي موجودين تحت جناح حزب الله وسناء الشيعي هل يأمنون أنه يطلعوا من تحت جناحه؟ هل هن مثلا جاهزين أم هن حقيقة؟ كجهوز فيه جهوز وفيه حالة يعني أكد لك أنه عم تتنامى أما التزام البعض بأنه يكونوا نظم للثنائي فنحن مش عم نقول الثنائي لا يمثل نحن عم نقول الثنائي إله أتباعه إله ممثلينه وإله يعني حيسيته طبعا بس نحن نحن حالة بأننا نكون من ضمن الطائفة الشيعية كمان يعني موجودين اللي عم بيصير هو إلغاء كل آخر خارج السنائية وهيدا هو اللي مش مسموح وهيدا إلغاء الآخر خارج السنائية يعني ازداد إلى إلغاء كل آخر خارج رأيهم بالوطن أهلا وسهلا فيك شكرا جزيلا سريرنا باستضافتك شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا على المتابعة موعدنا طبعا الأسبوع المقبل ساعة عشر ومس كنا على الموعد شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة